حج سألنا الناس في مصر حيث أنت كيف سيؤثر التكاثر السكاني على مستقبل مصر لا استمعنا لو إحنا قدرنا نعمل خطط وإن أنت تنمي البشر دي أو الزيادة السكانية دي بحيث أنك إن تقدر تتعلمهم تعليم جيد وتستخدمهم كسواعد تبني البلد حنستفيد بيها إحنا الدنيا عندنا صعبة قوي هي فعلاً صعبة ومتعبة وده بيأثر بشكل مش حيرهم أكل أول الأمور بعدين توكل أنت دخلك كام عشان تقدر تعيشهم إزاي تعلمهم إزاي صحة إزاي حاجات كتيرة إزاي بعدين ما تخلبش خمسة ما تقولوا يا رب رزقني مش عارفين نجيب الحاجة بسبب الكترة الفرصة العمل ما فيش الدخل بتاعنا بقليل إحنا بسبب الزيادة السكانية أحب نعش نخلق في العيد حتى مش في الكهرة بس طبعاً التضخم السكان بيزود على الدولة أعباء اقتصادية كبيرة طبعاً كل ما يكون عدد السكان مناسب للدخل القومي فطبعاً بيعمل ارتفاع في القيمة الإنسانية تمام؟ وكل واحد بياخد حقه نحن ممكن نستخدم التطوير والتنمية زي الصين مثلاً والسلبي أن هي تستحلك موارد الدولة زي بقى الطاقة والكلام ده كله اشتركوا في القناة